في فريق ما خادش حقه معي عشان انا مطلعش يوم الجمعة بس بيراميز عشان لاقي بيوم الجمعة فما خادش حقه معي وفي فرصة دلوقتي شفت مباراة بيراميز في دور الابطال افريقيا للاول مرة يعني في دور المجبوعات رغم انه هو معال خصم الاصعب يعني بالنسبة لفرق الاربع لو حنصلف فهو بيراميز كمعال خصم الاصعب قدم مباراة جيدة بيراميز فريق امتلك يعني هي ترسانة من النجوم ينقصه بس يعني دايما يبقى فيه دافع موجود حقيقي دافع حقيقي اللعيبه ساعات بيبقى عندها دوافع وفي ساعة تحس ان الموضوع مش فارق معاهم او في لحظات كده يعني يعني يتعلموا شوما من عبدالله سعيد بحيث ان هو اللعب الوحيد اللي بحيث ان هو بيبقى في الملعب فارق معاه في لعيبة بيراميز رغم ان عبدالله عنده اللي يخليه مش فارق معاه يعني عبدالله عنده رصيد من البطولات والانجازات يخليه ما فيش حاجة فارق معاه ولكن هو اللي تحس الوحيد اللي فارق معاه في لعيبة تانية بيراميز بتبقى اصغر سنا واقل في تحقيق الانجازات وتحس انه بتعامل مع المواضيع بشكل مش على قد اللي هو الحسم بتاع اللي ايه ان انت تاخد بطولة او كذا فهذا مشكل بيراميز انما بيراميز وجه خصم وهو في مجموعة اصعب على فكرة يعني بيراميز في المجموعة بتاعته يمكن المجموعة الاقوى في مجموعات دوره الابطال ومازينبي على فكرة خصم مش في افضل حالاته ولكن مازينبي خصم مازال برضه شرس شرس على مستقى القوى البدنية يمكن فقط كتير من اوراق الهجومية وكذا ولكن خصم شرس ولكن بيراميز يعني صبر في المباراة شوية يعني لغاية لما سجل الهدف وكعادة باتشيكو يمكن هاده النقطة الوحيدة اللي بتبقى دايما فيها يعني علامة السفعة على باتشيكو بعد ما بتقدم بتحاول المدرب جبان جريد هو قبل ما يتقدم بيهاجم وبيصنع فرص هو بعد ما بتقدم بيبقى حريص على النتيجة اكتر من اللازم بالاوراق اللي عنده في بيراميز انت مش محتاج الحرص ازايد ده لان نقطة تمييزك اصلا رمضان صبحي ومصطفى فتحي وعبدالله السعيد لان نقطة تمييز هجومية يعني بيراميز مش افضل خطوطه الخطوط الدفاعية فبالعكس يعني أنا ماتش الزمالك وبراميز في نصف نهاية كاس مصر والنتيجة في صالح بيراميز في شوط الاولاني انا مش متخال برضو له نازل رمضان صبحي والزمالك بيحاول يسعى ان هو يعدل وكان لسه بيراميز كامل كان حيبقى المنظر عمل ازاي لا هو اختص ساعة ينزل احمد التوفيق في تغيير غريب الحرص الزايد ده فيه احيان مش مناسب للفرق اللي انت بتدربها انت في بيراميز همتلك اوراق اعتقد ان هي محتاجة تخلص كتير وفيه اوقات بتبقى بره ملعبك فيه اجواء افريقية مش عارفية والحاكة بتحسوش معك احبقى مع الحرص انه فيه اوقات تانية انت على ملعبك وحاجات زي كده ما ينفعش للحرص الزايد ده فاعتقد ما يحل بين بيراميز والبطولات حكتي الاولى تزديق اللعب انه هم ممكن يحققوه بطولة والرقم اتنين ان باتشيكو يتخلى احيانا عن حرص الزايد بعد ما يتقدم هو لغاية يعرفيك اطول ما هو مش متقدم بيبقى مدرب كواس عادي والفريق بيسعى وبيكون وليه نمط هجومي مباشر اسلوب لعبه مباشر لكن علي ان يتخلص من الحرص الزايد ده لان فيه احيانا اللي بتخاف منه بطلع لك يعني انت سعب بتبقى خاف تتلقى هدف فبالهدف ده بيجي لا انا عايز اقول لك حاجة ان الشخصية المدرب دايما من الشخصية اللعب مجرد ما اللعب مدرب بيعمل تغييره زي تغيير تحمد توفيق خلاص انا حتى من غير ما اقول لي تراجع انا افهمت ان المدرب خلاص الان في الجزء والخصم كمان سعبير والخصم بيفهم لك انا انا بكلمك قبل الخصم انا كمان كبالعب في الملعب خلاص انا حسيت المدرب عايزنا ندافع ايوه فهندفع ونقلق ونخاف ونرجع على ورا فبنجرق الخصم علينا اه فهو بتكلم صحي طبعا في الجزء برامد زيادة النافس على البطولة يقدر طبعا برامد زيادة النافس على ايه بطولة تدخلها لكن انا بتفهم مع خليفة لازم يصدقوا نفسهم انا عايز اقول لك ان برامد من كتر الاخفاقات اللي عنده صاحب علينا يعني هي معضلة النهاردة احنا بنتكلم الكرة فلوس الكرة فلوس الكرة فلوس طب وبعدين الفلوس هي موجودة طب الكواليت بتاع اللعيب والشخصيات لا اللعيبة موجودة اه مفيش ضغوط اعلامية مفيش ضغوط جمهرية لكن برضو مش 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 دي اللي تضيع مني ماتشاط او مش دي اللي تخلينا اخاف ده بالعكس ممكن تكون نقطة ايجابية للعيبة كلها ان انا معليش ضغوط النهاردة فبطلق احسن حاجة عندي لكن احنا شايفينها دايما بالسلب على برامد زي اللعبة دايما انا هتحس انها متخزبة عشان ما فيش جمهور طب ما ممكن توقع بالاجاب انا معليش ضغوط فاطلق احسن حاجة عندي فده اللي بنشوفهم من برامدز لكن كانت مباراة مهمة جدا لبرامدز البدايات بتفرق بشكل كبير جدا وخصوصها لما تكون في بداية مع مع خصم قوي